السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب نرحب بكم في درس جديد من دروس كيميا ثلاثة درسنا إن شاء الله اليوم إن شاء الله بيكون استكمالاً للحصص السابقة ألا وهو العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي اليوم رح نتكلم إن شاء الله عن كيف تحدد كيف تحدد العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي وكذلك تعرف أثر المواد الحافزة والمثبتة على سرعة التفاعل الكيميائي في الحصص السابقة يا شباب أخذنا إيش العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي وذكرنا بأنه عندي كم نوع عندي خمسة أنواع من العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي وذكرنا أول شيء اللي هي طبيعة المواد المتفاعلة والتركيز ومساحة السطح ودرجة الحرارة والمحفزات والمثبتات بدنا أخذ بس مراجعة بسيطة على العوامل اللي ذكرناها الأربعة أولاً اللي هي طبيعة المواد المتفاعلة ذكرنا أن طبيعة المواد المتفاعلة تعتمد اعتماد كله على مدى نشاطية هذه المواد بحيث أنها إذا كانت في الجدول الدولي سواء كان في المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية تكون أسرع من العناصر الموجودة في الذرات الأخرى بسبب أن عناصر المجموعة الأولى أو عناصر المجموعة الثانية تكون أو من ضمن خصائصها أنها قابلة للتفاعل بشكل قوي لأنها نشطة كيميائياً لأنها نشطة كيميائياً ومن خلال هذا النموذج اللي عندك فيه تدرج لمن؟ لنشاطية العناصر من حيث النشاطية ومن حيث الخمول والمواد الخاملة لأنها ليس لديها القدرة على التفاعل بشكل سريع بينما المواد التي نشطة كيميائياً لديها القدرة على التفاعل بشكل أسرع من المواد الخاملة وعادة زي ما هي موجودة عندكم الليثيوم نبدأ بالليثيوم ثم البوتاسيوم الباريوم الكاريسيوم وما إلى ذلك هذا بالنسبة للنوع الأول الذي هو طبيعة المواد المتفاعلة وذكرنا أن المواد المتفاعلة إذا كانت أيونات لديها القدرة على التفاعل بشكل أسرع من المواد إذا كانت في الحالة الذرة أو المواد في حالة الجزئيات وذكرنا كذلك أن المادة في الحالة الغازية لديها القدرة للتفاعل بشكل أسرع من المادة في الحالة الصلبة والمادة في الحالة الغازية النوع الثاني أو العامل الثاني من العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل الكيميائي الذي هو التركيز زيادة التركيز يؤدي إلى زيادة الجسيمات عملية زيادة الجسيمات يؤدي إلى زيادة التصادمات كما ذكرنا في لعبة السيارات الكهربائية قلنا إذا كانت الحلبة مليئة بالسيارات فإن عملية التصادم فيما بينهم تكون أسرع أو تكون أكثر بالتالي إذا زادت التصادمات حسب نظرية التصادم فإن التفاعل يكون بشكل أسرع إذا نقول كلما زادت تركيز المواد الداخلة في التفاعل زادت سرعة التفاعل الكيميائي وزي ما ذكرنا التي هي تجربة الشمعة في الهواء النقي أو الشمعة أخرى في حال أن نغطينا عليها بكأس مليئ بالأكسجين نلاحظ أن الشمعة إذا كانت مليئة بالأكسجين أو في وسط أكسجيني سرعتها أو سرعة التفاعل لديها تكون أسرع بسبب زيادة تركيز الأكسجين وحن نقلنا أن الأكسجين وسط مهم جدا لعملية الاحتراق العامل الثالث من العوامل المثل على سرعة التفاعل الكيميائي اللي هو مساحة السطح مساحة السطح يا شباب تعمل زيادة مساحة السطح على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي وقلنا على أن المثال الذي أخذناه ما بين نشارة الحديد والحديد العادي نجد أن نشارة الحديد لديها أسطح واجدة بالتالي معرضة للتفاعل بشكل أسرع التفاعل مع الهواء الخارجي بالتفاعل بشكل أسرع ولديها القدرة على التفاعل بشكل أسرع إذن تصدأ بشكل أسرع لأن عملية الصدى هي عملية تفاعل ما بين سطح الحديد والهواء الخارجي طيب درجة الحرارة أخذناها الحس السابقة وقلنا على أن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة الطاقة الحركية ما بين جسيمات المادة المتفاعلة إذا زدنا من الطاقة الحركية لزيادة جسيمات المواد المتفاعلة إيش اللي بيصير؟ بيصير إنتاج طاقة حركية والطاقة الحركية هذه تجعل التفاعل بشكل أسرع تجعل التفاعل بشكل أسرع إذن زيادة درجة الحرارة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي بحسب نظرية التصادم أخيرا يا أخوان اللي هو المحفزات والمثبتات بنتكلم الآن على المحفز إيش معنى المحفز؟ إيش الأشياء اللي تساعد جسم الإنسان في خلال التفاعلات الكيميائية؟ لدينا صورة بسيطة وعندك سؤال أي الطرق أسرع؟ الطرق الأسرع يا شباب لديه طريقين الطريق الأول عبارة عن إيش؟ من أعلى الجبل حلو أو الطريق الثاني اللي هو عن طريق النفق أيهم أسرع هنا؟ هذا الشكل نشبهه بإيش؟ نشبهه بطاقة التنشيط بطاقة التنشيط نجد أنه في التفاعل هنا إيش اللي بيصير؟ اتجاه السيارة من الرأكتنس اللي هي المتفاعلات إلى النوتج من الأسرع؟ الأسرع اللي هو النفق والسبب إيش؟ السبب إضافة إيش؟ إضافة طريق بديل أو طريق مختصر ليش؟ لاستغلال هذه المساحة من أعلى الجبل إذن في الحالة هذه، هذا هو المدخل الرئيسي للمحفزات؟ للمحفزات طيب المحفزات هي إيش يا شباب؟ هي مواد كيميائية تضاف للتفاعل الكيميائي فتزيد من سرعته دون أن تتأثر كيميائيا دون أن تستهلك كيف يا شباب الكلام هذا؟ مواد إيش؟ مواد كيميائية تضاف للتفاعل الكيميائي شوف عندك فكرة الحصان والحصان اللي هنا، اللي هي السباق إيش اللي بيصير؟ لاحظوا أنه كلما ارتفعت لما ارتفع المذمار إيش اللي صار؟ يحتاج إلى إيش؟ إلى طاقة بسيطة إذا كان متفع بشكل بسيط فإنه الحصان والشسم الفارس يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى طاقة بسيطة لتعدي هذه القفزة بينما إذا كانت المذمار طويل يحتاج إلى طاقة عالية لإيش؟ يحتاج إلى طاقة عالية لقفز على هذا المذمار هنا يا شباب الطاقة العالية يحتاجها يحتاجها إلى إيش؟ إلى بشكل كبير فبالتالي أنا أبغى أن أقص من عملية القفز إيش أسوي؟ أقلل من إيش؟ أقلل من الأشياء الموجودة قدام الحصان لكي يقفز بشكل أسرع في الحالة هذه أنا أرجع لإيش؟ لحاجة اسمها المحفزات أو بمعنى أنه لو كان لدي تفاعل قوي جدا وأحتاج إلى تسريعه بشكل أسرع إيش أسوي؟ أعمل على المحفزات طيب وإيش المحفز؟ طيب مثلا أنت تمشي مثلا تمشي بشكل كبير كبير وتعبت إيش تسوي عشان تستمر؟ ترتاح قليلا أو أنك تأخذ كمية بسيطة من الماء لكي تستمر بشكل أسرع أو بمعنى صح تستمر في عملية المشي هذا نسميها المحفزات طيب إيش المحفزات؟ هي مواد كيميائية تضاف للتفاعل الكيميائي فتزيد من سرعته إذن ويش وظيفة المحفزات هنا يا شباب؟ أول شيء المحفزات تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي هل تؤثر المحفزات على التفاعل الكيميائي؟ لا المحفزات فقط تزيد من سرعته ولا تؤثر على التفاعل الكيميائي بمعنى أنه تدخل في التفاعل الكيميائي واضح يا أخوان؟ إذن المحفزات فقط وظيفتها تسريع التفاعل الكيميائي وما لها دخل نهائي في المواد المتفاعلة والناتجة فقط مجرد بس عملية تسريع لأكثر نشوف الكلام الذي ذكرناه قبل قليل عن طريق الرسم البياني لدينا التفاعل الأول بطاقة بمحفز وبدون محفز نحن نعارف أن التفاعل تبطأ سرعته إذا زدنا من طاقة التنشيط وتزيد سرعته إذا قللنا من طاقة التنشيط نحن نعارف أن طاقة التنشيط هذا الجهة وهي هذه طاقة التنشيط إذا كانت طاقة التنشيط عالية فإن التفاعل الذي يصير له يكون بطيء أنا كمعلم أو كباحث في تجربة معينة أحتاج إلى التفاعلات بشكل أسرع حتى يكون عند الوقت مهم جدا بالتالي إيش أسوي؟ أسرع من عملية التفاعل لك أسرع من عملية التفاعل لابد أن أضيف عامل حافز طيب العامل حافز ووظيفته؟ تقليل من طاقة التنشيط طيب طاقة التنشيط لاحظ أنه تأثير طاقة التنشيط كالتالي لو كان لدينا مخطط ما بين سير التفاعل والطاقة سير التفاعل والطاقة الطاقة في ايش؟ في ازدياد وسير التفاعل لاحظوا أنه يمشي عندي هنا التفاعل يمشي بشكل مستقيم في المتفاعلات فجأة كذا إيش يصير له؟ يصير له تحويل إلى نواتج لابد أنه يتشكل على شكل ايش؟ على شكل طاقة التنشيط طيب إيش وظيفة طاقة التنشيط هنا يا شباب؟ تكوين المعقد النشط تكوين المعقد النشط ثم بعد كذا تتجه التفاعلات إلى إيش؟ إلى النواتج إلى النواتج أنا اللي يهمني هنا اللي هو الجزئية هذه اللي هي طاقة التنشيط باللون الأحمر لاحظوا أنه أعطاك باللون الأحمر طاقة التنشيط أو عفوا أنه التفاعل بدون عامل محفز تفاعل بدون عامل محفز لاحظوا أنه عندي بالأحمر اتجه إلى شكل أعلى ولاحظوا أنه طاقة التنشيط إيش؟ عالية من المنطقة هذه إلى المنطقة هذه فبالتالي كمية الطاقة التنشيط تكون عالية جداً بسبب إيش؟ بسبب أن التفاعل عندي هنا بدون طاقة التنشيط بالتالي التفاعل يكون هنا بطيء لكن لو جبت مادة حافزة المادة حافزة هذه وظيفتها التقليل من الطاقة اللي هي المنطقة هذه إذن لو تلاحظ لو جبنا مثلاً مادة ثانية بعامل حافز إيش اللي بيصير له؟ لاحظ أن العامل الحافز اللي عنده باللون الأزرق يتجه بطاقة التنشيط أقل من طاقة التنشيط التفاعل الغير حافز وبالتالي يتجه التفاعل إلى نواتج إلى نواتج ولاحظوا أنه عنده طاقة التنشيط من المنطقة هذه إلى هذه المنطقة نسميها طاقة التنشيط التفاعل المحفز طاقة التنشيط التفاعل المحفز واضح يا أخوان؟ إذن التفاعل أو المادة الحافزة تعمل على تقليل طاقة التنشيط مما تسرع من عملية التفاعل الكيميائي إذا المحفزات تزيد من سرعة التفاعل لأنها تقلل من طاقة التنشيط وبالتالي تزداد سرعة التفاعل وزي ما ذكرنا لاحظنا نرسم أن طاقة التنشيط للتفاعل المحفز أقل كثيرا من طاقة التنشيط للتفاعل غير المحفز اللي هي الطاقة هذه اللي هي المنطقة هذه اللي أنا أحتاجها في عملية تسريع أو تبطيء التفاعل الكيميائي طيب أمثلة إيش الأشياء اللي نجدها في حياتنا اليومية من المحفزات أول شيء الإنزيمات أول شيء الإنزيمات وين توجد الإنزيمات يا شباب الإنزيمات وين توجد؟ في جسم الإنسان طيب إيش وظيفة الإنزيمات اللي هي عملية التفاعلات الحيوية اللي تحدث داخل جسم الإنسان داخل جسم الإنسان فبالتالي الإنزيمات يا شباب تعتبر من أهم المواد الحافزة لعملية الهضم أو عملية التفاعلات الحيوية التي تحدث داخل جسم الإنسان من أهم هذه الإنزيمات اللي هي أول شيء إنزيم الإمليز إمليز اللعاب ويتم تحويل الكربوهيدرات إلى سكريات والانزيم الثاني انزيم اللايبيز إذن في الحالة هذه لدينا الانزيمات اللي هو أهم عامل محفز في جسم الكائن الإنسان اللي هو الانزيمات وكذلك لدينا المثال الثاني ثاني أكسيد المنجنيز ثاني أكسيد المنجنيز اللي يصير عندي تحلل لفوق أكسيد الهيدروجين يحتاج هذا التفاعل للتحلل بشكل بطيء فبالتالي أنا أحتاج إلى التفاعل بشكل أسرع إيش أسوي في الحالة هذه أضيف عامل محفز أضيف عامل محفز تعال نشوف وظيفة العامل المحفز في التفاعل الكيميائي لاحظ أن التفاعل ما بين فوق أكسيد الهيدروجين يحتاج إلى تحلل ويتحول إلى ماء وأكسجين في الحالة هذه زي ما ذكرنا أن التفاعل يحتاج إلى وقت أطول لكي يتم التفاعل الكيميائي طيب حنا ما نبغى التفاعل بشكل أسرع بالتالي أضيف المادة الحافزة والمادة الحافزة عندي هنا مين يا شباب أكسيد المنجنيز أكسيد المنجنيز إذن أكسيد المنجنيز يعمل هنا عمل المادة الحافزة وش وظيفة المادة الحافزة تسرع من إيش من التفاعل الكيميائي تسرع من التفاعل الكيميائي لجل كذا لاحظ في أي معادلة كيميائية وضع لك المادة هنا على السهم معناتها إيش معناتها إنها مادة حافزة مادة حافزة مستحيل تكون المادة الحافزة في المتفاعلات لأنه لو دخلت المادة الحافزة في المتفاعلات معناتها إيش يا شباب معناتها إنه المادة الحافزة장이 ليست cono Saturday هنا تعتبر على أنها مادة متفاعلة فإنت تركز في الجزئية هذه الجزئية هذه جدا مهمة المادة الحافزة دائما نشير لها في المنطقة هذه اللي فوق السهم مستحيل أن يحطها في المواد المتفاعلة اللي هي هذه اللي هنا مستحيل ليش؟ لأن هنا مادة حافزة وقلنا المادة الحافزة لا تؤثر على التفاعل الكيميائي لا على المتفاعلات ولا على النواتج بس تسرع بس تسرع من عملية التفاعل الكيميائي وما تؤثر على المتفاعلات ولا تؤثر على النواتج والدليل؟ والدليل أيش يا شباب؟ شوف عندي أكسيد المنجنيز عفواً اللي هو فوق أكسيد الهيدروجين أنتج عندي الماء والأكسجين المفروض لو كان مادة متفاعلة فإنه ينتج عندي منجنيز لكن هنا في النواتج لا يوجد أي منجنيز لأنه ثاني أكسيد المنجنيز هنا قام بدور العامل الحفاز فقط واضح يا شباب؟ طيب هذه بالنسبة للأمثلة البسيطة على المحفزات طيب وش أهمية المحفزات؟ أول شيء تستخدم المحفزات بشكل كبير في الصناعات التحويلية اللي هي الصناعات التي تحتاج إلى سرعة أكبر وأقل تكلفة مثل صناعة الورق صناعة اللقمشة هذه كلها تحتاج إلى التفاعلات بشكل أسرع وتحتاج إلى كمية كبيرة فبالتالي نستعمل مواد حافزة لإنتاج أكبر كمية ممكنة من هذه المواد اللي أنا أحتاجها في حياتنا اليومية نأتي للنقيد تماماً للمحفزات اللي هي المثبتات كلمة المثبت بعيداً عن الكيمية كلمة مثبت عبارة عن مقلل صح؟ شيء يقلل من العزيمة أنت يا أخي مثبت للهمم ما معنى مثبت للهمم؟ تقلل من عزيمة الناس لما الواحد يكون كذا ويجتهد يجيك شخص ويعطيك كلام سلبي نسميه كذا يش نسميه كذا مثبت المثبت معناته يقلل من الجهود أو يقلل من القيم أو ما إلى ذلك بالتالي لو كان لدينا الصورة هذه يا شباب الصورة هذه إيش اللي فيها؟ فيها عبارة عن إيش طريق والطريق هذا إيش فيه؟ لديه مطبات لو كان المطبات مهمة وجودة إيش اللي بيصير للتفاعل؟ أو إيش اللي بيصير للمسار؟ تمشي بشكل عادي صح؟ لكن بجرد ما تشوف المطبات تضطر أنك إيش تسوي؟ تهدي السرعة تهدي السرعة بمعنى أنك تثبت من عملية سرعة المحرك لديك فبالتالي هنا مدخل بسيط لمين؟ للمثبتات والمثبتات هي إيش؟ هي مواد تؤدي إلى إبطاء سرعة التفاعل إيش وظيفة المثبتات؟ أول حاجة إبطاء سرعة التفاعل ثاني شيء بعض المثبتات يمنع حدوث التفاعل الكيميائي على أطراقها يعني لديها وظيفتين إما تبطي التفاعل الكيميائي أو إيش؟ أو تمنع حدوث التفاعل الكيميائي طيب نعرف أنه قبل شوي أنه دائما التفاعلات تحتاج إلى سرعة لكي تتم طيب هل كل التفاعلات؟ لا في بعض التفاعلات تحتاج إلى التبطي لكي إيش؟ لكي تستمر المادة بحسب جودتها ونوعيتها كيف تعمل المثبتات؟ تعمل على ثلاثة أشكال بعضها يغلق المسارات المنخفضة منخفضة الطاقة وتزداد من طاقة التنشيط بمعنى أن المثبتات هي عكس عملية المحفزات المحفزات تقلل من طاقة التنشيط بينما المثبتات إيش تسوي؟ تزيد من طاقة التنشيط إذا زدنا من طاقة التنشيط إيش اللي بيصير يا شباب؟ بيكون التفاعل بطيء فبالتالي المثبتات تبطئ من التفاعل الكيميائي لأنها تزيد من طاقة التنشيط وبالتالي يبطأ عندي التفاعل العمل الثاني بعضها يعمل على تدمير المحفز أو منعه تماما من أداء وظيفته يمنعه تماما من أداء الوظيفة اللي هي عرقلت من المهام التي يؤدي فيها بعض المواد المحفزة آخر شيء بعضها يرتبط مع الإنزيمات في التفاعلات الحيوية فتمنع حدوث التفاعل الكيميائي مثل ما فيه عندي إنزيمات محفزة في عندي إنزيمات مثبتة مثال أي شيء يا شباب مثل المواد الحافظة المواد الحافظة يا شباب دائما في أي منتج يجيك تاريخ الصنع وتاريخ الانتهاء تاريخ الانتهاء يعتمد على إيش؟ يعتمد على المادة الحافظة المادة الحافظة إيش وظيفتها؟ هاي يا شباب المادة الحافظة إيش وظيفتها؟ وظيفتها تبطيء التفاعل الكيميائي الذي يوجد وين؟ في المنتج الذي يوجد في المنتج طيب إيش معنات تبطيء المنتج؟ اللي هو إيش؟ مضاد للأكسدة بمعنى أن التفاعلات أغلبها اللي تصير في المواد تتفاعل مع إيش؟ مع الأكسجين فأنا بقلل من عملية تبطيء تفاعل هذه المادة بالأكسجين إيش أسوي؟ أسوي شيء اسمه مواد مضادة المواد المضادة هذه اللي هي المثبتات مثل إيش؟ مثل المواد الحافظة إذن المواد الحافظة يا شباب وظيفتها إيش يا شباب؟ تعتبر مادة مثبتة للتفاعل أي مقللة من سرعة التفاعل الكيميائي مقللة من سرعة التفاعل الكيميائي هي عبارة عن مثبتات تستخدم في صناعة الأغذية ليش؟ لأنها تعطي فترة صراحية أطول بمعنى أنه تبطي من عملية سرعة التفاعل الكيميائي الذي يوجد في المنتج وبالتالي تبطي من سرعته وتعطيك عمر أطول من التفاعل بشكل عادي لذلك تدريب بسيط تعمل زيادة درجة الحرارة على إيش يا شباب؟ زيادة درجة الحرارة على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي أم تقل إلى سرعة التفاعل الكيميائي أم لا يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي ذكرنا أن زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي طيب لو قلنا مثلا أن تعمل زيادة المحفزات أو تعمل المحفزات على إيش؟ على إيش يا شباب؟ المحفزات على إيش تعمل؟ تعمل على إيش؟ هل زيادة سرعة التفاعل الكيميائي أم تبطيء التفاعل الكيميائي أم لا تؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي قلنا أن المحفزات تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي طيب نشوف سؤال ثالث تعمل المثبتات على إيش المثبتات؟ تعمل على إيش يا أخوان هل زيادة سرعة التفاعل الكيميائي أم التقليل من سرعة التفاعل الكيميائي التي تبطيءه أم لا تؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي قلنا على أن زياء المثبتات تعمل على تبطي أو تقليل التفاعل الكيميائي على سرعة التفاعل الكيميائي سؤال هنا لماذا يفسد الطعام ببطء عند حفظه في الثلاجة مقاررة مع بقائه خارجها عند درجة حرارة الغرفة السبب هنا يرجع ليش؟ لو كان لدينا طعام ووضعناه في الثلاجة من الذي يتعفن بسرعة؟ إذا وضعناه في الثلاجة ووضعناه خارج الثلاجة ماذا تتوقعون؟ الذي داخل الثلاجة سوف يتعفن بشكل أبطأ بينما من خارج الثلاجة يفسد بشكل أسرع والسبب ايش؟ اختلاف درجة الحرارة هنا درجة الحرارة تعمل عامل محفز درجة الحرارة تعمل عامل محفز على سرعة التفاعل الكيميائي فدرجة الحرارة الموجودة مثلا في المطوخ أو في الغرفة 25 بينما درجة الحرارة الموجودة في الثلاجة تعتبر بشكل أبرد تقريبا بالسالب فبالتالي عملية التبريد تؤدي إلى إيش؟ كأنها عامل مثبت التبريد عامل مثبت بينما درجة الحرارة عامل محفز إذا في الحالة هذه من اللي يتفاعل بسرعة أو اللي يفسد بسرعة هو الطعام الذي يوجد في خارج الثلاجة تقويم لدينا ماذا يمثل الشكل A والشكل B في الرسم التالي؟ الرسم التالي هي عبارة عن إيش؟ مخطط سير التفاعل مع الطاقة لتفاعلين التفاعل الأول بدون عامل محفز والتفاعل الثاني بعامل محفز نشوف A وين A؟ هذا هو A هذا A إيش اللي موجود في A؟ موجود في A أن طاقة التنشيط عالية طاقة التنشيط عالية إذن هذه نسميها إيش A؟ A هي طاقة التنشيط التفاعل الغير محفز ليش؟ لأن طاقة التنشيط لديه عالية بينما B اللي هي المنطقة هذه لاحظ أن في المنطقة هذه طاقة التنشيط أقل بإيش؟ بتفاعل محفز بتفاعل محفز هذه نسميها بطاقة التنشيط للتفاعل المحفز أخيرا يا أخوان نأخذ ختامية للعوامل التي أخذناها على مدى الثلاث حصص السابقة والحصة الرابعة نرى ملخص بسيط للعوامل كلها ونرى أثرها على سرعة التفاعل الكيميائي هل هي تزيد أو تبطي أو لا تؤثر أول شيء أخذنا طبيعة المواد المتفاعلة وقلنا أنها تعتمد على النشاطية في حال أن طبيعة المواد المتفاعلة إذا كانت نشطة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي العامل الثاني هي التركيز وقلنا على أن كل ما زاد التركيز يزيد عدد التصادمات وزيادة عدد التصادمات تؤدي لزيادة سرعة التفاعل الكيميائي إذن التركيز يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي زيادة التركيز يؤدي لزيادة سرعة التفاعل الكيميائي مساحة السطح هنا قلنا تعمل زيادة مساحة السطح على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي بمعنى أن لو كان لدينا أسطح واجدة للتفاعل الكيميائي فإن التفاعل يكون أسرع من السطح إذا كان منفرد بشكل واحد العامل الرابع هو درجة الحرارة ودرجة الحرارة هو عامل يعمل على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي إذن زيادة درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي أخيراً له المحفزات اللي هو درسنا اليوم تعمل المحفزات على زيادة سرعة التفاعل الكيميائي بسبب أنها تقلل من طاقة التنشيط والمثبتات العكس تبطئ من التفاعل الكيميائي لأنها تزيد من طاقة التنشيط لهذا التفاعل هذا ما لدينا شكرا لكم جميعا حبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته